أول مشكلة قبلتنا اللي هو موضوع العلم العلم اللي أنت لازم الواحد لازم يتعلم وأنصح برضو أي حد حابب يخش في موضوع البزنس أنه يتعلم علوم اللي هي هتفيده عندك علم الإدارة دي لازم الإدارة دي مهمة جداً في حياتك في شغلك في بزنس بتاعك في أسرتك وعلم التسويق تسويق مهم جداً أنت حتى عشان تسوق لنفسك لو أنت رايح تقدم على وظيفة سيبك من ريادة الأعمال أنت رايح تقدم على وظيفة لازم تعمل سي في كويس وتعرض نفسك بتاعها كويس فما بالك بقى أنت هتبقى صاحب شركة أو صاحب مشروع فلازم تعلم زي تسوق لنفسك وتظهر لنفسك تبخدت كورسات في الموضوع ده أو يعني تعلم ما هي ده العلم بقى أو ده العلم مشكلة لقبلتنا أنه إحنا يعني الموضوع العلم فإحنا بقى أننا الفريق طبعاً عن طريق برضو رواقق القاهرة وقبلها إحنا كنا بنتدرب بحيث أن احنا ناخد كورسات تسويق كورسات إدارة بحيث أن احنا نبدأ نسوق المشروع بتاعنا والفضل اللي يعني عرفنا طريقة تسويق المفيدة للمشروع بتاعنا وبدأنا نطبقها دلوقتي بطريقة علمية وعملية يعني مش لازم تعلم بس لأن بدأنا نطبقها فأي حاجة تعلمها نبدأ نطبقها على طول على افتراض أن في حاجة جزء أو عنصر من المشروع مش متوفر في الفريق بتعمل إيه؟ يعني عايزي المهندس يعدل على ميكانيكا الآلة اللي إحنا هنشتغل عليه حالو جدا حالو إحنا في حاجات برضو يعني نصرح إحنا همررنا بالكلام ده المشاكل كتير جدا إن إن ده في حاجات بتحتاجها في مشروعك مش لازم توفرها بشكل دائم يعني مثلا إنت محتاج محاسب مش هتجيب محاسب توظفه وتديله كل شهر للمرتب بتاعه هيبقى صعب عليك كليس سبادي في مشروع لأ المحاسب أجيبه في آخر السنة وديله الأتعاب بتاعته محتاجة عدل حاجة زي ما حضرتك قلت إحنا عندنا ورشة بنعدل فيها الحاجات اللي نقدر عليها طب في حاجة في الآلة مش هنقدر نعملها في ورشتنا هنعمل إيه؟ هنروح لمكان تاني ويبدأ يعملها عندنا علاقات برضو نبدأ نعدل فيها ونعملها يعني ممكن فني بسيط بس صاحب خبرة كويسة يقدر يساعد حضرتك مش بالضرورة يكون مهندس وصاحب لا مش هازم إحنا متبنيين الموضوع واحد فني أنا تخصصي آلات زراعية فببدأ إيه؟ يعني في الفنيات والتصميم والميكانيكو والكلام ده كله المرحلة الجاي بقى يعني بدأنا زي ما قلت حالك لازم تبدأ بقى كان مرحلة تتطور معاك أو الفكري بيتطور معاك إحنا لذوقتي فكرنا ليه ما نعملش منتج خاص بنا إحنا ونبدأ يعني إحنا بنجيبه الألم موجودة بنعدل عليها فمهما كانت هي مش منتجنا ليه ما نعملش منتج صغير نبدأ نعمله ونسوأه وسط المزايا أعمل بداية بقى خالص يعني التصديق نفسه هيجي منين نشوف المشكلة يعني عندنا فيه مشكلة إنها مشكلة العزيق مثلا بدلا ما يجيب تجرر كبير وحاجات لأ إحنا ممكن نعمل عزاقة صغيرة كده وإنتجها إحنا حاجة شخصية نحط عليها الاسم الشركة بتاعتنا ونبدأ نسوأ ليه ما نعملش حاجة مثلا في مشكلة قبلتنا في الواحيات مثلا حد يكلمنا إن هو الجريد النخل كتير جدا مخلفات برضو ومش عارف يستفيد منه فعايزين مكانة تفرومه بس المكان الموجود دع الفارم بيفروم أشي الرز حاجات خفيفة إنما الجريد ده محتاج فإحنا جاتلنا الفكرة وفعلا يعني نروح نتواصلنا مع شركات إن إحنا نعمل لهم الموضوع ده ورحبوا جدا بفكرة وفعلا بعثنا عرض أسعار إن إحنا ممكن نعمل لكم والآلة دي تفروم المخلفات تبدأ تحطها برضو تضيفها للايه احنا نتكلم أكثر